اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل الالعاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف و لا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم قبنا لكم فيديو اللي بنتكلم فيه عن التحقيقات لانه في واحد من الطلبات اللي نزلت والكومنتات اللي وصلتني اطلبوا مني ان نتكلم عن التحقيقات وكيف انك تقدر تخلص هذه التحقيقات بس قبل عن نبدأ احب اقول لكم وذكر لكم انه عندنا اه على اه ناطي في السرقة فلا حد الحين ما احد اشترك فيه هذا القيفاوي فاذا كنتوا تريدوا انكم تشتركوا فيه فسويروا التويت غير كذا اه اذا ما احد اشترك فطبعا بنكنسله ونشوف اذا في قيفاوي اخر او لا اه كذلك اذا كنتم ما متابعين القناة اتمنى انكم تضغطوا على زر المتابعة وتدعمونا اه باللاكات والشيرتز اه بنتكلم عن التحقيقات بنقسم اول شي اليوم بنتكلم عن سقوط لانترا والبحث عن تاق اوكوتا اه اللي هي مخلصينهن بكرة بيكون لنقلب الصفحة والكمين واخر شي بنتكلم عن اخبار القبور ايرث بول دي بونس وذي اشن كورسير فالبداية مع سقوط لانترا اه طبعا احنا مخلصينه بس اه كيف وين قلبت بعيد اه خلالنا نعتمد على الماوس نروح الى اول شي كنز فريمن اه نقح الربان في تنفيذ عملية سرقة مستحيلة للشركة ينبغي نعثر على المدعو فريمن وكنز شخص اه شخادو الخاص ما توقع انك تسوي هناك حاجة اه بتحصل الناس يتكلموا اه في ايش اسمها هذا سانت اين اه تروح وتسوي اه برايب يعني تعطيهم رشوة عشان يخبروك بالمعلومات ففي البداية لو نروح على سقوط لانترا نروح في البداية هنا اوقات تكون هذا الصفحة فاضية فيها مغلف مغلوق تسوي اه فتح السكل بعد ما تقرأ هذا تسوي اغلاق يكتب لك هنا الحاجة المفروض انك تسويها فهنا يقول لك كان فريمن قائد سطو الشهير على شخادو يعيش في لانترا اه التقاه مصدر اخباره مستوطنة جيروند اللي هي جيروند اه يقدر بنهبها والتحريع عنها فانت بتنهب กيروند اه لو تروح للماء بتشوف قيروند وين موجوده قيروند هنا اهalles هنا قيروند هنا والانترا هنا طبعا هذا الانترا وهذا كيروند فهنا يقولك سوي نهب لآه كيروند بعد ما تخلص مسوي نهب لآه كيروند نروح للخانة الثانية آه اللي هي هذي قبل عن تسوي اول شي تسوي فتح للسقل تقرأ الكلام ما يحتاج انك تقرأ يعني فعليا بس انه اللعبة تستوعب انه الكلام تم قراءته فيكتب لك هنا خانة تشيرلوك مدينة القراصنة الفاطلة لانتيرا ينبغي ان اذهب الى سانت اين لمواقهته فانت تروح وتكلم من تشيرلوك سكيرلوك ومن ثم تروح الى التالي الان مات الحلم بعد ما تتكلم معاه ويقول لك اني انا ما اعرف اني سوت كل هذا عشان مصلحتي وكذا وانه القراصنة كل واحد يمشي على مصلحته فيكون خلصت الخانة الاولى اللي هي سقوط لانتيرا او لانترا البحث عن تاق او كوتا نفس الحالة ترقع للبداية ونسوي نسوي فتح للسقل تقرأ المعلومات تسوي اغلاق طبعا تقدر تسوي تشغيل وهي تقرأ لك باللغة الانجليزية تاق او كوتا الملك ويبدو قيما ينبغي انهب مستوطنة بنداري فانت تروح للماب تروح مستوطنة بنداري اللي هي هنا فتروح انت هنا مستوطنة بنداري وتسوي لها نهب بعد ما تخلص مستوطنة بنداري مرة ثانية ترجع للتحقيقات وتنتقل الى الخانة اللي هي هذه هنا كانت بنداري هنا ينبغي ان اعثر على حطام سفينة الملك مويني بالقرب من جيوي جيوي موجودة قريب من بنداري شوية على فوق لو تروحوا هنا جيوي هذه جيوي فهذه هي منسق جيوي توقع هذه كانت السفينة حطام سفينة كبير تابعة لصحار صحار عمان هذه تابعتنا احنا او انه هذه السفينة توقع هذه لان اذكر كانت على اليمين اهم شي هي نفس السفينة تابعة للصحار ونفس الحالة تروح وتسوي التحقيق هناك ما بيكون نفس عملية نهب او فتح السفن لكن بتاخذ وتسوي تفاعل ويعطيك المعلومات وتروح الى التالت تسوي فتح للسقل دفن الملك المويني تحت دائرة الحقرية المقدسة في مخفر قبر العمود لاستخراج الكاس كأنه شوف كأنه ما كنت قارنها فانسوي قراءة اغلاق وخلاص يعني او توصل لهنا لأكوتا ويكون او يعني يخبرك ان التاج لن يكون لك او ابدا فلو تروح للتالي خلاص تروح للدفن الملك المويني تحت الدائرة الحقرية المقدسة في مخفر قبر العمود اوكي لازم تروح لقبر العمود فقبر العمود وين موجود توقع نفس الشيء موجود هنا في افريقيا هذا قبر العمود ايوه هذا قبر العمود تروح لقبر العمود وتبحث عنها نفس ما تبحث عن كل الزقاقات او على كل الكنوز هنا تكون نهاية الفيديو اتمنى ان اعقبكم اتمنى انكم تضغط على زر لايك سبسكرايب وتنشروا الفيديو مع اصحابكم ونشوفكم فيديو اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة